كنت أقول لي عن دور الجيش ثمت من يرى في دور الجيش يوم الأحد المقبل الذي سيحافظ على إجراء هذه العملية الانتخابية وعدم إدخالها في أي مشاكل أمنية هل هو امتحان رئاسي لجزيف عون؟ لا أفتكر لكي حرامة منزل مقفية لجزيف عون معتر ما تقول عنه دقاءة جيش استهداني معتر بأي محل قد ما ظرفه كان معتر هو أكيد كان قده وقدوته بس قد ما يعني هجموا مش عم بيحملوه هجموا أي شغلة لكي من أربع سنين بدي الحملة علي من لما حاز على احترام انتبهي لإحترام الخارجي احترام غربي واحترام داخلي دائما تسألي عن موضوع حسب الله مع قائد الجيش وأكيد هتسأليه بها شوية هلأ هيدا السؤال اللي جاية دائما عنديك يا عطور عندي إيه لأنه هلأ سمعنا كلام لافت جدا تفضل من أربع سنين بديوا من خلال تقنين إذا بتتذكر الموازنات بلشوا بالجيش انتركوا لمشاريع الكبرى وراحوا على الجيش هذه كانت خلفية سياسية تعرف أنت لما ما يمضلوا للجيش قاعد ثلاثة أيام بلا أكل تتذكر الجيش بعدين هذي كلهم سوا كان بإطار استهداف أنه ليش بدون يكون فيه إيشادة أو احترام لقيادة جيش بواسط الفساد الكبير جوزيف عون قدمي نعم وكفة يشتغل هو مش ناطر إيشادة إيشادة عند الكل يلي موجودة عليها وكفة يشتغل بالإطار يلي مطلوب منه يعني مش ما يحط السياسة يخرط السياسة بهذا المواضيع ولا مرة عمل خطوة لها علاقة بالموضوع الرئاسي أكبر دليل على هذا الشي الخط 29 لما نطلب منه أنه يعمل وخاصم كثير وزعلوا منه الغربيين ما بيزعلوا بس أنه بالآخر لما عمل خط 29 بالقانون العلمي والقانون دولي هذا الخط طبعا وقدمه وقالوا عملوا قرارة بتكون إيه وشفت كيف حربوش هلو الجيش مجوه فإذا أنت عم تقولي أنه هذي اللي عليه قال لا يعني ما ولا مرة هو يريد يعمل شغله اللي بدوا يعملوا مع جيشه مع عاشه أدي ظروفه المعيشية كيف وضعه تعييز كيف بس رغم هالشي كيف رح يقدر يعمل يعني منهم من يقول أنه تدني المعاشات ووضع الاجتماعي لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عن جد ما بتسمح لهم يعني يعملوا هذا واكبر أحد أبرز نقاط الاحترام لألون لما تكون القيادة عندك فوق شفافة العسكر بالآخر أو العديد إن كان جيش أو حتى محلات تانية بالآخر بيعرف أنه هذا وبيعطي بزيد مستوى تضحيته مشاناك لما كانوا يحكوا أنه بحالة الفسادة اللي عندي المشكلة عندي بالرأس نعم المشكلة عندي بالرأس الراس بيكون عندي شفاف اللي تحت بيخجل وبتخف موضوع الفساد اللي عندي لما عندك القيادة كانت قلتلك بهذا قدرت وقطعت وبشكل مزرع وبشكل متعب راحت القيادة تشحد تشحد برا نعم لحتى تقدر تأمن ما بتبين عند العسكر بلا ما يبينت عند العسكر وقدروا حافظوا على الحد الأدنى رغم كل ياللي صاير منع التماسك بالجيش اشتركوا في القناة